أعلنت بلدية محافظة السليمانية في إقليم كردستان عن دخول دوائرها وملاكاتها والشركات الخدمية في حالة الاستعداد التام تحسبا لحدوث فيضانات جراء توقعات بتساقط غزير للأمطار خلال اليومين المقبلين ودعا نائب رئيس البلدية في السليمانية سامان محمود في مؤتمر صحفي سكان المدينة وخاصة في المناطق القديمة والمخفضة إلى البدء في تنظيف مجاري مياه الأمطار في منازلهم مشيرا إلى أن لوحات الدعايات الانتخابية المتساقطة في الطرقات حجبت مجاري مياه الأمطار